اشتركوا في القناة استقبل من الخلق الذي يشتغل في الميدان انطلقنا وتركناهم في الماضي ومرت الشهور وصار كثير من هؤلاء يتقدمون قافلة المهنيين والمشجعين لتجربة المساكين لم يعود لهم خيار آخر مرحبا بهم على كل حال عزيزي المستمع علي أن أوضح تفصيلا مهما نستدعي الكثير من الضيوف من أهل السينما لن تأكيد بحضور كثير منهم وهناك آخرون مخرجون وممثلون وممثلات يرحبون بالفكرة مبدئيا لكنهم يختلقون كل الأسباب لتأخير الحضور فجأة صار كثير من مخرجين يشتغلون يصورون كثير من أفلام وغابة الأزمة وآخرون يحتاروا وانتظروا الإعلان عن اسم المدير الجديد للمركز السينما المغربي ليختاروا البذلة الجديدة فئة أخرى تتحجج بكثير من تفاصيل تضحك من قبيل المخرجين والممثلين الذين لم يعثروا على من يتكفل برعاية أطفالهم مثلا عند حضورهم للإفبام نعم أشرككم في هذه التفاصيل لتخبروا كل شيء هناك أيضا فئة رابعة كانت تزعج عالمي الصغير جدا وصارت الآن لا ترد على الاتصالات هنيئا لإذن بنهاية فترة الإزعاج هنا علي أن أكون واضحا أكثر الـ FBM تجربة نجحت وكعادتنا لن ننظر للخلف بهم أو بدونهم سنواصل يرفضون خوض التجربة ويتابعون كل من يخوض تجربة حقا الجبن جزء لا يتجزأ حقا الجبن كل لا يتجزأ الأهم من كل هذا الكلام نحن لا ننظر للخلف واليوم فسبيل المرميد مخرج خلف الأبواب المغلقة محمد عهد بن سودا قالوا وروجوا بأن هذا الفيلم هو الذي يتسيد شبك التذاكر عندنا رشيد صلاح الدين لنعبر لمعالجة الحالة محمد عهد بن سودا مرحبا بك فعل أمواج ميديا في الـ FBM العدد الثامن مرحبا بك شكرا الفيلم ديالك خلف الأبواب المغلقة هو الأول في شبك التذاكر ولكن كين كثير ما يتقال وش كي يقوله ولا هو اللول كين فرق نحن ما زلنا نوصل لهذا نتا قلت لي على كل حال وعجبني الحال بأنك سمعت الحلقات كاملة وشفتي من بعد الفيديوهات ديالحلقات اللي كتقوم بنشرها كتير من المواقع المغربية اللي كنشكرها بالمناسبة على الدعم ديالها للـ FBM سمعت وشفتي الضيوف ودرتي قراءة سيكولوجيا للضيوف من خلال الملامح ديالهم كي يبنع لهم التوتر يعني انت مستعد وهذه حاجة في مصلحتي مستعد دائما وخام مزيان انت كيفاش بديتي اشتغال في السينما أصلا كنت مساعد ديال مخرج وكانت عندك شركة ديال كاستينج للممثلين والممثلات اللي ما زال نتكلموا عليها في الكرة انت كتعرف كين ديزاجون بحل يورجي مانديز و بات برينسون اللي كي ياخدوا من 7-10% من أجور اللاعبين وهذا شي اللي درتين تف في السينما غيره ما سا ما سيرا ولكن ما كي لعبوش الكرة وانت سمسار أو درتين سمسارة ودرتين السينما معها شرح لي نفهم هذه الخلطة هذه العجيبة أولا كلمة سمسارة تزعج في الميدان السينما لماذا؟ لأن أعتقد على أن أي عامل أو شي واحد يخدم في الحقل السينما لا يهدر على السمسارة بقدر لا يهدر على الصناعة السينماية أولا أنا أدرى أجنس لا هذه أجنس في بارتي من الصناعة السينماية إذن بكل يعني تواضع من خلال هذه النافذة الجميلة ستعرف بأن أطلس كاستينج هي أول وكالة للموم التيلين في المغرب نجحات نجحات واحد النجاح الذي أخده واحد الفترة يعني بالنسبة لأفلام الدولية لأن أطلس كاستينج كان للموم التيلين في المغرب يخدم في واحد الظروف لي جد سيئة أنا بحكم تجربة ديالي في الأفلام الدولية نشأت هذه الشركة للدفاع عن حقوق الموم التيل المغربي ولكن تكونوا كاتبحتوا ليهم على فرص الشغل لا أنا مش مزارات الشغل لا خليني نكمل نقطة ديالي لأن في كل مرة إلا قطعتني ولنقاطك 30 دقيقة غضي لا حدا بالمسألة المهم ما لينجبتي واحد الحاجة علينا نكمل الحديث فيها نجبتي على أطلس كاستينج أطلس كاستينج تعتبر أول وكالة ديال كاستينج في المغرب محترفين الممتنين كانوا عندي فعقد بغيرنا ندروا واحد الخدمة اللي ينبني على أسس أكاديمية على واحد الأسس اللي هي حقيقية ديالصنعة الآن وش أنتك تظن بأنه حنا في 2014 ومقبل 2015 مازال ممتل يتلقع مع المخرج يقولوا يخليك حالة تعطيني لا أنا أعطيك 10 ألف درهم لا لا هي 5 ألف درهم أنا في 1994 95 فش أنهات الشركة ما كانش الممتل كي يقلز مع المخرج بالعبس كنا نحن نجدروا الكرسيد الأفلام دولية مباشرة بدون أي وكيل نجحات الحمد لله ومبعد وقفت لأنه أنا وقفت يعني اشتغال ديالي في الميدان السينماي في السينما العالمي ده بضيع 10 دقائق خير باش تشرح هذا واخ نزيد ودى بل حاجة أخرى اللي هي الفيلم ديالك اللي هو الأول في شبك تذاكر أنت الأول ولكن ما عملكت نفس ده أصلا حاليا في القاعات المغربية على قلتها ما عملكت نفس ما كانت نفس مع تحد أولا لأن القضية ما فيهش قضية منافسة يعني ذلك المدل البوكسوفيس اللي كتقولها في اللقاءات خرى ما خطأش ما قد تقال لأنه ما كيش شكول لك يتكلم على القضية يعني يعني الأول ولكن في بلد اللي ما فيهش منافسة حاليا شوف المعادلة بسيطة جدا اللي هي نهار خرج الفيلم المتواضع ديال خلف الأبوال المغلقة خلق جمعها في نفس النهار لولو دو وولد ستريت نحن نقول على الأفلام مغربية لا ونحن نعطي غيمة البسيط لولو دو وولد ستريت ما تعرج جميع القاعات على كل حد شوف القاعات اللي كان فيها وولد ستريت حظرتي في القاعات بهذا الفيلم هذا اللي هو متيد الآن القائمة يعني لجي تي تشوف غيف القائمة ما بين ميجا راما ديال المغرب والقاعات يعني ذاك العشرات القاعات المتواضعة اللي كان في القاعات السينمائية المغربية كنا تعدين الـ 120 ألف واشفراسك بين 120 ألف كيقدروا نجمعهم غير في ماتش ديال الكورة في تيران في 90 دقيقة شنو هي 120 ألف بنسبة الفيلم اللي مشكلة معلوم هذه مشكلة كبيرة بزاف غير هي يخصك تعرف واحد الحاجة من هي غادي تكون عندك عشرات القاعات السينمائية وغادي تدير 120 ألف من هي غادي تكون عندك واحد المئتين قاع غادي تدير مجوج المليون ديال الناس احنا كان مشكل دباز احنا شوف خود مثلا هي واحد الأرقام بسيطة ايه في بداية الثمانينات أو في تسعينات شوف الأفلام اللي كانت معروضة وشوف العدد القاعات السينمائية اللي كانت يتجاوز 200 قاع الفوق انتدر 120 ألف المهم مع النغارد الفيلم ديالك هذا خلف الأبواب المغلاقة اللي كنت نادرنا عليه ركن سينمائي انت كتذكره واخ أنا بالنسبة لدي وخليني نكمل هذا الفيلم هذا ممكن يدار في تلفزيون وتدوز الهدراء على التحرش والعنف العائلي ولكن في السينما نحن محتاجين السينما اللي كتعكس قوة إبداعية اللي كتوفر عليها المخرج المغربي وعنده أسلوب ومقاربات مغيرة سي عهد اللي تقدر تخلق الدهشة والإعجاب حتى لعند الآخر آخر خارج المغرب اللي يشوف أشياء ما كانت توقعها انت في الأفلام تشتغل على حكاية خطية من ناحية السردية بداية وعقدة ونهاية ونهاية عندك فالفيلم هذا سعيدة جدا سي سا سينما هذا عندك انت لا هذا هل كان هل كان هل كان انت وجهة نظر هل شرح ليه وجهة نظر ديك هل كان هل كان هل كان وجهة نظر تقترم الجمهور المغربي يقول عكس ذلك الجمهور المغربي ألف 120 ألف والصحافة والنقاط اللي تتكلموا عن الفيلم مهم تتعرف واحد الحاجة هو أن احنا تنصوب واحد الأفلام بواحد الحاجة اسميتها صندوق الدعم هالصندوق الدعم كاز أعطيه الدولة هذك الدولة من يكاز أعطيك واحد العدد أو كتساهم معك في الإنتاج ديال هذ الفيلم أنا لم أخصي تعطيك لا أنا أقولك أولي أن كدرسي فيلم كامل بجوش ديال ديكور وفيلم جران ببليك رخصو من المفتر ديال كفير راسو أما نحن أعطيك سنخلي سينيما دوتر رفضي حاجة سينيما دوتر ما كيش أشوف ما إحنا وش صحابك بإن الناس را كين وش فهمتي شنو نفوم را ما هذا صندوق دعم هذا سميته تصبيق على الضخل ما كيتسم دعم للأفلام سينيما هذا شي كان زمان الآن إذا كنا نطور الميدان سينيما وكين صناعة سينيما سينيما يجب الأفلام دوتر يجب أن تكون في واحد النوع ديال أنها كتراعي الجمهور خلف الأبواب المغلقة هو أول فيلم ماشي كوميدي كيتصدر الإرادات في القاعد هذا كلم كيروج مزيال في المغربي ممكن تصدر الإرادة السياة وحاول تفهمني وما تعصب من الذي ستدر فيلم كوميدي أو فيلم شعباوي أنت لا تدرك الكوميديا إذن بدأتي في صينف ثاني أنا كتظن بأن القضية ليست قضية كوميديا أو غير كوميديا بقدر ما كان نعتقد وهذا نواس للسعادة ديالي وهنا الجمهور المغربي يحتاج إلى نوع السينما الذي يخدم واحد القضية إذن خلف الأبواب المغلقة فيلم توفر واحد الفرجة السينماية وفي نفس الوقت يدافع على واحد القضية هذه القضية مع الأسف وهي آفة مع خطيرة التحرش الناس تشعبوا معها وبغاو يعرفوها وتسنتو لها وحنا مقبلين على مشروع قانون يتحط أمام مجلس الحكومة المصادقة عليه عادية السينما الإيجابية وفق التصور تحرش الجنسي السعاد بن سودا شفناه في عرسل مو عروي لفينسون شفناه في أوبسست وشفناه أنتخسيم الأنفونتين طريقة التناول ماشي خطية كما في الفيلم ديالك الفيلم ديالك سمح يقول هكتحسيسي إلا كنت قدرت أصلا تحسس وش عندك معطيات أنت بأنك أصلا نجحتي في هذه المساعدين تحدث على الجمعيات كيف تقبل الفيلم وش عندك وسائل ومعطيات التي تجعل السعاد بن سودا تعرف بأنك حققتي هذا الهدف هذا أنت ننتظر للأسف نرجع لك لهذه النقطة هذه كان نشوف في الماشي الفيلم وفيلم زمام ما فجأني وش تقول لنا أنه تحرش الجنسي حاجة خيبة شكرا لا تحرش الجنسي ماشي حاجة خيبة يعني الفيلم شنه القوة دياله من خلال هذا الميكروفون بأن تحرش الجنسي ماشي مسألة خيبة لا إذا كانت الفيلم ديال كي تقول لنا تحرش الجنسي في مكان عامل مسألة خيبة ما كانتظنش بأنه إنسان عاقل ما عادية كنت تجعل غير عاقلين اللي غيكون تحرش الجنسي حاجة خيبة حيث حاجة معروفة لا الفيلم جيالك سينمائيا شنه اللي جا فيه قوي شوف أنا باش ننفسلك واحد الحاجة طريقة لا تجاوبيني لا أنا كنت جاوبك على السؤال أنا كنت جاوبك على السؤال نحن أمام واحد الجمهور هذا الجمهور اللي هو مغريبي أولا هذا الجمهور المغريبي كنت تعرف كيف تتعامل أنت كتبشي سينما نظيفة سير لا 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 أنا 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 نصح لك هذا المفهم أنا أنا كنت سميها السينما الإيجابية كان فرق ما بين سينما نظيفة أو سينما إيجابية من بعد نطوره أنا كنت نعالج طريقة التحرش لواحد الجمهور معين هذا الجمهور معين هو الجمهور المغربي المرأة المغربية لم تتعرضوش مع رجانة الدولية لا سترجع معك المهرجان الدولية بعكس اللي كنت لأن الفيلم حصل على تلاتات الجوائز أمريكا فيم في دورا ستورب الذي أقدم مهرجان عالمي فيه الدين ديبوندنس دورا ستورب عنده نمشي كله في عدد جوائز لكثر من عدد الأفلام المهم كنتعرف أنت المهرجان وخمزين خداف بطالوما خداف بانافريكن فيلم في سيفل ديالكان خداف بلتي بلسي هذا الأخر هذا يكونوا بلسي لا بعد إلا بغيتين فتحوا القوس على الجوائز والمشاركات أنا خليك ذات كلب أنا غد أرجع معك خدف سلطنات عمانيك ذات فيها أول قاعة سينمائية في 2000 هذه معلومة هذه معلومة أنا غدين نمشي معك الموضوع اللي هو مهم في هذا الشي هو الفيلم الفيلم يعالج القضية للجمهور المغربي يعني بوحد طريقة اللي هي غد تدخل للبيت فعليا ردنا على الجواب ديالك إليك الفيلم غي تعرض في التلفازة مزيان قص الفيلم يتعرض للتلفازة لأن هذا المورد من هذا الفيلم هو توعاوي لأن أخص الناس يتكلموا ودير فيلم تلفازي وهنينا لأنه ده بالقاعات نديرو أخر فيلم بغيتين نديروا شي فيلم تلفازي بسم الله أزيد ده ما شوف قضية ماشي مسألة فيلم تلفازي المسألة فيلم تلفازي غادي دوس تلفازة لإنك ينتج مشترك مع القناة الأولى هذه وحدة ثانيا الفيلم القائي قبل في القاعات السينماية أحببت عم كاريت أعلى أجوي بادي مقلعة يا سيار بيانسي واشي قد ينتقلين أنا دبالكلام ديالك انتها من نسبة لي كشمهور مع الناس اللي ممكن ما يكونش عجبوهم بالفيلم مع أنني بين قوسين ما كنضمش ميننا ما عجبوكش الفيلم مكدمت واخا هذه وحدة ثانيا أنا تنضم لا واشي متفق معي أنا قرسير دبالك دي وجهات نظارك عمشي قلتلك أنا شوف علش ما درتيش خلف الأبواب المغلاقة مثلا بحال الفيلم التلفازلول اللي كانعتقد اللي كنت يدرتي خيال الديب وتعني راسك اسم السئلة ديالي واضحة رحم الله ما فيها شي تعقل ايا ما كانش مشكل كان يمكن ولكن هي خيال الديب في تلفازة مني كنت نتجتم مع القناة الثانية وكانوا يدى فيلم سينمائي شي وعندك واحد ننظرات علي معاكسة الواقع حيث كان غلط كان غلط دق ساعات يشكو لي كان المدير الفني في القناة الثانية لا ما كان حساجه واشنع لا يعني كان واحد مخرج سينمائي ومن يجي يتعرض هذا الفيلم ديالخي في القناة الثانية اللي تتعرض ما غني نقولكش لعدد المشاهدة اللي تشاف ذاك الفيلم قالوا هذاك فيلم سينمائي دابعنا المشكلة اللي كنت نطحه فيها دائما هي كان خلطه واحد الخلط وكننطحه في واحد يعني واحد الإيديولوجية في الكلام ديال لا هذا فيلم ديالسينيما لا هذا فيلم ديالتليفزيون حنا القضية ديالي واضحة هذا فيلم يخدم قضية ويوفر فرجة سينمائية الدليل على دلك العادة كان خليك وقت كبير ورا الوقت كيدا البنت اللي لعبات دور ديالساميرا اللي درتيها فلا فيش باش تبيعي هي تبارك الله زوينة ولكن ما فهمش كيفاش ما قدرتش تنصحها مثلا تشوف إيزابيل كاري في أنتغسيما باش تعرف الفرق بين التمثيل وتمثل طرق التمثيل الإيضارة ديال تمثيل ديالها وهذا مش رئي على العكس ديالك الشي اللي كاتكون نتا مش رئي بوحدي كنت كتتتشتغل مع الشخصية بواحد طريقة استحية وبانفعالات خارجية بدون ما نحسو بأنها فعلا هي كتحس حقيقة في الدواخل ديالها بديك المواقف اللي كانت كتأديها واسمح لي وتسمح لي هي تاريقك على هذا الكلام اللي قلت ما قدرش نجاوبك على تسؤالي إنها بالنسبة لي لأنا هذه الشخصية ديال اللي يتحرش بها تقنيع 200% لأنها قال تقنيع من تقنيع الناس اللي تشوف يشوف ها تقنيع الجمهور المغربي اللي تخلي يشوف ها اللي يصفق عليها بحرارة اللي حياها اللي يعني بزاف ديال الأشياء اللي ممكن نقول وتانيا هذك النوع ديال الممتل ينمخصوش واحد الممتلاف على شي اللي ذكرت يا لأن احنا يا أمام واحد المشامع ينظر إلى القضية باختلاف تماما مع هذ الأفلام اللي عالجت دائرة التحر وحنا رحنا في المغرب واخا نرجع معك الفيلم طويل الأول موسيم المشاوش حاولتي تصل للضوء على نوع الرياضة اللي لم تبقى التمارس ولي الناس لم تبقوا يعرفوها مزيان هذ شي لم تفقن فيه ولكن ما تظن بأن نشوف بحال هذه الأفلام سنشعر باستخفاف بالأعمال السينمائية لقرنها غير بشي حلقة من حلقات المسلسلات التاريخية مثلا ديال حاتم عالي خارجية سيكون نقص وشفتي على مقارنة حلقة تبيل لك أن مرورك أن مرور الوقت وكان خصك يعني كان خصك تديرها كيفاش أنه دفعتنا قاع نديروا مقارنة مع حلقة وحدة من المسلسلات التاريخية تكون توم أنا طيحتيني كندير مقارنة ما بين الفيلم ديالك وما بين حلقة وحدة هاتش لي كاريتا نتق هذا الكاريتا العظمى اللي هي موسم المشاوشة سيدي ستكون تعتز بالمغربية ديالك هذا ديالك أنا غنقول هاتش الفيلم ديال موسم المشاوشة يعتبر أول فيلم مغربي رياضي يحيي التاريخ ويؤرخ لمرحلة تاريخية من تاريخ المغرب ومن الرياضة التقليدية التاريخية التي كانت تمارس في المغرب في القرن التاسع عشر وما قبل المشاوشة سيدي المشاوشة نقول أنت كنت تتعرف أنت المشاوشة قبل لا حيث أنت مغنقول شراكم من ولد فاس أو ولد المنطقة اللي يعني غادي تكون تتعرف حاجة مفرغ منها لا ولكن إذا طرحنا السؤال على مجموعة الشباب غاقول لك لا في الحقيقة ما كنا نش كنا نعرف إذا فيلم ديال كتبني بموضوع ورا عودة في ضيحة أخرى أو ثاني أنا كنت كنت مقنعة أكتر ولكن أنا أخديتي تحرش الجنسي في مقر عمل وصافي أنا أعطيتكم موضوع إذا هذه السينيما آه أعرفتكم على واحدة ريادة اسمه المشاوشة هذا هو وانت كتظن بأن السينيما لا لدي موضوع العمل ديال المخرج سينمائي هو اللي يجعل مذيك الموضوع تتبني الفيلم على موضوع مع العلم على أن السينيما العالمية والمواضيع ديال أكبر سينمائي في العالم تبنى على موضوع تبنى على موضوع ولكن طريقة تناول أجي بعد القضية للجوائز ما شنية المشكلة قبل لمزدنا شرحناها الفيلم ديالك قد أنه بأنه بلغ ذاك شي اللي كان يتحقق مثلا في مهرجانات اللي يحضر لها وهذه راح نتفكن فيها بلما نضيع الوقت ديالك ما هو المشكل ديال مهرجان أو جائزة بقدر ما أن الفيلم يخدم قضية حنا صغبنا هذا الفيلم باش نحاربوا واحد الظاهرة واحد الأف اجتماعية خاطرة البلادنا أولا ثانيا هذا الفيلم ما مهرجان سي بيلال هذا الفيلم من نجاح وتعرض في دول اللي هي عندها تقريبا نفس المشكل المشكل مغربية فقط تجوائز هذا الفيلم ألقا تجوائز بيدون زعما ما نقول لهم لا فعل لا سرق أنا كنت تكون مخرج أنا بجوش كنت بجوش مرزع بجوش مرزع نهرج برشي منتج اللي قدرين تجني وانا نخرج ما كان في مشكل نمش لتكوين ديالك انت قريتي في المهد سيناتال في باريس يك تقول بأنك تخصي في الإخراج كانعرفو لا في ميز شخصيا كانعرفا مزيان وكانعرفو بأن الإخراج كيكون على الأقل في واحد العامين تخص كومان الجيدا المشترك عاد كيجي تطبيقى نتأجين نشرحو شنودرتي المثال للنزل لتكسي одну تتكلم عن الجمهون أي 36 المثال، حوثة 2 مرة من أعزائك استعمال سوق البقية من سوق يتطلبونك للمثالثة من 10 أشهر أنري سما على الغدام الاثنال لكسيخين أشهر لكم في السماية أحسنًا لكم في الأمور أحسنًا لكم في أمور سؤالكم في القرآن فاني الدراسة السيمائية فاني الدراسة السيمائية فاني قلبت على هذا لا انا جبرت سينوتال وانت ديرت تكوين اكاديمي في اكبر المعاهد الفرنسية اللي هو معهد السوربون في دراسات مختصة في الاداب وفي الاغ الاركيولوجي ومن بعد درتي تكوين مختص فاش في الاخراج بالفلوس وما هو اتعاني جبرش بانه وشنو المشكين ومن فوق هاتشي كله انا لك ازعجني تسعة شهر عبر البارد كيف اشعر تسعة شهر عبر البارد وانت عندك خمسة وعشرين سنة دي الجريبة ميدانية بلوس هاتشي لا هاتشي لا هاتشي لا هاتشي بك اخذ المسألة بطريقة شخصية لا لا نقوم بطريقة شخصية هذا موضوع شخصي وانت سووتيني شخصي انا سنقول لك واحد الحاجة دراف بالك تزيد على تكوين الاكاديمي في جامعة السوربون في جامعة سيدي محمد بن عبدالله الفاس وجائد عليها سينيتيل وانسيتي سينيكوخ دي الكتابة دي السيناريو في كندا اللي ما عندك شمتكورة شنو يا دي؟ اللي هي تهي مدراسة يعني خاصة للسيناريو كيتدرسوا فيها مجموعة دي الاختصاصات تحضرت واحد الشهور لا مدراسة نتائي دي الدراسة هاتش يزيدوا فوق هاتش دي اللي صوربون وزيدوا على الجامعة لا اسمعني وزيد فوق منه واحد الخمسة وعشرين عام دي الجريبة السينماية مع اكبر المخرجين في العالم انا سيدي شوف خد انت ستكوين انا عطاني غي تجريبة الميدانية جريبة الميدانية وجريبة الميدانية انت اللي كتخدم مع ناس مخرجين اللي كبار اعطات خلف الابواب المغلقة انت مرتاح معلوم مرتاح اجيني بصراحة انت بغتي تدير البزنس ماشي سينما ساعد يمكن وش كتعرف واحد القاعدة السينماية كتقول موفي is time and money ش كتقول هذه القاعدة بالعربية اللي اعتكستر بغيت تشرح المستامع لا شرح انت موفي هي الوقت والامكانات داكو احنا كنهضرو على الاباس دي السينما العالميا اللي انت تبارك الله كتشارك في واحد المعراجانات كتشوف مخرجين انا نحضر ومع الاسكون كتتهضر على لا ماذا تبارك تسول لا ماذا تبارك لان انا انا تنجوبك واحد طريقة اللي كنحاول ممكن انا بقا معك في السيارة لان لا انا كنتكلم عن الفيلم الموقف ديالي قلت منه مقبل وانت تقبلتين بساد الرحب هذي حاجة مزيانة غير يعني في المثال العامل طويل التالت ديالك كانت منها انك تخرج من هاد القوقعة هذي اللي انت فيها وانك بكل صراحة زيما انك تحسن خطك في الاخراج شوية بكل صراحة اعطني شي مخرج كي اعجبك في المغربي كان بزاف ولكن لا اعطني غير اسم لا اسمح لي انا اللي كانت رح السؤال لا 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 بالاكس انا كنا نسولك اعطينا شي فيلم تي اعجبك وهذا المخرج من هاد النافذة هادين عارفوه بانه بلال هالنوع السينما اللي كي بغي في المغربي لا انا نطرح للك سؤالي انا وانا اللي كي يطرح السؤال هنا انا نقول لك واش انت هنا في المغربي ما كي يقبال لك بانك انت ما عندكش ميتال ديال مخرج مغربي كيتقل الاخراج اللي ربما ما حسن خطه افضل منك كل هم المخرجين كي عندهم خط كل شي كيعرف يكتب الشي المخرجين المغاربة كلهم كيعرفوا يكتبوا الشي ماذا معنا مكنش الفرق كان الاختلاف في النظرة ويش هات النظرة تختلف وكي يقول واحد المثل العربي عندما تختلفوا الاراء تضيعوا الحقيقة طيق الحقيقة المشكلة اللي واقع الآن هو ان الحقيقة مفقودة لماذا؟ لان اختلفت الاراء انت تعجبك الاخر مكي يجبوش الاخر كيدير كده هادك مخرج الاخر ماشي مخرج احنا هلنا بغينا نخدموا السينما المغربية فعلا خص طريقة ديال التعامل ديالنا مع المخرج المغربي ومع الفيلم المغربي تاخدوا واحد الخط تصاعدي شنو بغيت انو عني بتصاعدي صح يدير ان هاد المخرجين وهاد الافلام خصنا مني كنو كنشوفوها نشوفو اولا البيئة اللي تصوبت فيها علاش صوبناها شنية الظرفية اللي تصوبت فيها ذاك الافلام وشكونوها الجنهور اتركتك تتكلم انا تعرف مختار فيها السينما لا 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 كل حال انا بالنسبة لعندي لكنت انت مرتاح في هادشي اللي كتدير فيه فهدك اختيار ديالك لا 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 انا كنت منها عهد بن سودة يدير سينما انا هدي في اخير المطاف هدي الكلام كنت يزمني لما تكلم عن الخط التصاعدي انا سنقول شنية السينما عندك لهم ركتش تغلت معناس اكبار في سينما ساعة هذا كله ضربتي انتا في واحد الزيرو لا 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 وش انتا مادرنا مئة ألف مخرج تيجيل هنا مئة ألف واحد يصوب الأفلام متاشي فيه لما عجبك لا 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 المسألة هذه ما تلعبش عليها لنعرف تلك لا مش ما لعبش عليها لانه وانا هنا لما قبلت باللعبة انا اللي كانت رح السؤال وانت رح السؤال وانا كان جاوب واخ انا جينا يعني قبلنا الدعوة من اجل الهدرة يعني بصراحة وبصدق انت تعبر وانا نعبر و اي مخرجة انا يعبر والناس كتحكم والناس كتحكم بياتي و الناس رح حكمت واخ ندودوا للمحور الثاني ما بختيش مع السب انا معمرك لك اكون مع السبب لا معمرك لا عدش اللي اسماء المستمع واللي هايشوفو من بعد في الفيديو دينا العلقا كي يبين بأنك ما تعسبتي شوخ اختر معي لانتي فخاز او لا لا فخاز عهد بن سودا اللي بغيتي هي الشي انا حسن تسنتلون بجوج وشتون بجوج في الحقيقة اللي انتي فخاز مكتخليش هادك السيد اللي كي يكون قالس معك انه يعبر بصراحة من اللي احسن ندير لا فخاز انا كوجهة نظر خاصة لا عبدالتها دينا تفرد علي نبغي الفيلم ديالك نعم انت سولتيني وانا قلت ليش كون اللي بغيتي وشاكاو لك لا فخاز او لا لا لانتي فخاز انا منتبالي لي باش نكون يعني طاليق في الاجوبة ديالي عطيني لا فخاز لا يوجد الفن نظيف لا يوجد الفن نظيف لان احنا ما كنصبنوش الحواج لا بيئة مغربية رح سمعنا في 28 دقيقة اه كنت تقول في فيلم توجد بيئة مغربية ايجابي ايجابي ماشي نظيف انا كن اخذها الكلام ديالك لا انا ما عملك قلت ايس انا اتنا نقولها وكان انا شوف الحاجة اللي قلنا قلنا ولي ما قلناش نظيف ما كنبغيش نسمعها ما كيناش انا بنزبالي سينما ايجابية الفن نظيف قلت الكلام ما كيناش واخ المخرجين الشعبويين اللي كينجحوا في القاعد خصنا نزيدو نشجعوهم ونعطوهم الدعم اكتر باش يصوبونا افلام اللي تزيد ستلقائي قبال كتر كاخير اسم او اللي هنا يا ناتك اسم بالاحرى صار ينفسي فاري المدير جديد وانا موجبر انني نعطيها تسميا ديالي لانه هو المدير جديد وطبعا نخذو الاراء ديال السينمائي المغربة تفضل صفحة جديدة في السينما المغربية انا كان يعني من الناس اللي غيكونوا سعادة لان لاش انا عرف شنه هي السينما الدولية وعرف شنه هو الانتاج واشتغال فيها كانت تنبينا الحضور ديالو على رأس المركز السينماي غيكون واحد القضية اللي هي ايجابية ان بلوس بغل السينما ان بلوس بغل البرودكسون ناسيونال وبينا عندو واحد المجموعات ديالاشياء كيف قرينا في الصحف وكذا بغيقوم بها احنا اللي كيجيل هاد المؤسسة بطرق ديالنا المتواضعة كانت تعاونه معه وكانت مشيه معه لان هاد شي كل شي كيصب في الصالح المخرج المغربي مزيان هاد شي سي موحمد عبد بن سودا شكرا لك على الحضور هنا التانجة كانت تمنى تكون هذه حلقة مزيانة ما تكونش اغطرناك ما عافشة بيلا شوف انتواش احنا بغينا المستمع ينتقل فعلا بهاد الحلقة اللي دازت في تخط تصاعد وانا كانت اعتقد على ان هاد الحلقة تصاعدية كانت منها وكانت منها وكانت منها احتل افلام ديالك مستقبلا احتل الوجهة ديال الناظر تختلف وكن على يقين بانه وكان مخرجين اللي عملوا افلام واللي احيانا ما كنوش كنعرفوهم بطريقة شخصية واللي كيكون الكلام ديالنا على الافلام ديالهم صادق ومبني على احكام ماشي جاهزة كان انتهت المسألة كنظن بانك عرفتها سي محمد عبد بن سودا كان مرة اخرى شكرا لك شكرا شكرا هناك مخرجون وسينمائيون تحسب لهم الف حساب السعد بن سودا واخرون تعد لهم العدة في عشر من دقائق على اكبر تقدير ننتظر في هذا الموعد ممثلا للنقاد ونتمنى بان لا تأتين فقط اقتراحات من نقاقيد ننتظر ممثلا للاندية السينمائية ان كانت لدينا اندية سينمائية ننتظر وننتظر وننتظر نتمنى بان لا يطول الانتظار رجاءا ساعدون على رفع الاقعى شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة